تعال ما تخش على الحكاية والرواية الكبيرة جداً ليونيل ميسي فين يا جماعة؟ ليونيل ميسي هيرجع برشلونة ولا؟ هيروح الهلال السعودي تعال تشوف خلاص نادي باريس سان جرمان أعلن أسبوع الماضي رحيل نجمو الأرجنطين ليونيل ميسي بعد نهاية الموسمة بالتالي كانت مباراة كليرمونت هي الأخيرة له بقميس الفريق الفرنسي نادي الهلال السعودي كان يقود الصباق نحو التعاقد مع ليونيل ميسي في الصيف المقبل بعدما وصل عرضه إلى حوالي مليار ومئتين مليون يورو للنجم الأرجنطيني خلال الموسمين برشولة الأسباني أبدى كثيراً رغبته في عودة ليونيل ميسي إلى صفوفه مرة أخرى إلا أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي لم تكن تسمح بذلك خاصة أن ربطة الدوء الأسباني لليجا لم ترد على طلب جدولة المدينيات التي قدمها البرسل السماح له بالتعاقدات ولكن صباح لسنين أصدقت ربطة الدوء الأسباني بياناً رسمياً أكدت خلاله موافقة على دراسة الجدوى المقدمة من نادي برشولونة لجدولة مدينياته وبالتالي أصبح مسموحاً له بإتمام الصفقات وهو ما فتح المجال لعودة ميسي حال أتمة للتفاق نادي برشولونة مع اللعب بعد ساعات من قرار لليجا بالموافقة على جدولة المستحقات نقلت كاميرات الصحف الأسبانية وجود خرخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله في اجتماع مع أخوان لابورت رئيس برشولونة داخل منزله خرج خرخي ميسي بعد الجلسة وقاله في تصريحات صحفية ميسي يريد العودة إلى برشولونة لابورت يرغب في القيام بأي شيء لضمه مجدداً وسنحاول بكل ما في وسعنا ومن المنتظر في الأيام القليلة القادمة أن يقدم برشولونة عرضه الرسمي إلى ليونيل ميسي من أجل إعادته إلى كام نوب بعد الاجتماع الإيجابي الأول بين الطرفين وبالتالي تحولت الدفا مباشرةً من انتقال ميسي إلى الهلال السعودي بسبب الراتب الضخم وعدب قدرة نادي برشولونة على توفير راتبه إلى عودة النجم الأرجنتيني لبيته حتى يختتم مسيرته في الكام نوب راجع ميسي لبرشولونة يا بغت جمهور برشولونة ويا بغت ميسي بصراحة حلوة لا مش مشجع برشولونة بس حلوة يعني اللعب التاريخي الأسطوري البرشولونة لما يرجع عشان يختتم مسيرته مع فريقه حلوة الحكاية حلوة الكصة رومانسية جميلة ولطيفة لذيذة حلوة